السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكل متتبعي قناة التعليمية. اعزائي تلميذ سنة الثالثة اليوم راح نشوف مع بعض ملخص الفصل الثاني في مادة التاريخ. كذلك راح ندروا طريقة للتلميذ اللي صعوبة في الحفظ. لخصوص الدرس هذا بطريقة سهلة. راح تساعدهم كثيرا في الحفظ. راح نشوفوا السؤال اللي حير الكثير من التلميذ. كيفاش الملك مصري نيسا ولد عام مائتاني وثمانية وثلاثون قبل المينة وتوفي سنة مائة وثمانية واربعون قبل المينة. كل هذا الشي راح نلقاهه في الفيديو التعليم بقى معنا للاخير. اول شي عنا انواع الاثار القديمة. نعرف بانه الانسان عاش منذ عشرات الاف سنين. انسان قديم جدا. خلال هذه المدة الطويلة ترك اثار متنبعة. الانسان قلنا عاش في عصور قديمة ترك خلالها اثار متنبعة. تصنف هذا الاثار الى ما يلي. حاولو نعرف الاثار القديمة. هي كل ما تركه الانسان الماضي. وراءه من مخلفات ومنه. اسم الاثار القديمة هي الحويج اللي يخليهم الانسان القديم. نعم. مخلفات. الاثار القديمة هي مخلفات. نعم. منها قرأوا ست انواع من الاثار. اول شي عنا الادوات الحجرية. عندنا النقوش السخرية. المواقع الاثارية. الاثار العمرانية القديمة. المسكوكات والمخطوطات والشخصيات التاريخية. نبدأ اول شي بالادوات الحجرية. الادوات الحجرية هي ادوات مصنوعة من الحجر والتي استعملها الانسان القديم في حياته لاغراض متنوعة كالصيد والزراعة والدفاع عن النفس. مثل الفأس الحجرية. الفأس الحجري. رؤوس سهان. الرماح. احسنتي. اسم الانسان هذكي كان يغيش ترك اثار متنوعة. كما هذ الادوات كان يستعملها خاصة في الصيد. في الزراعة. في الدفاع عن النفس. لانه في الصبق ما كانش عندهم بنتقية ولا سلاح ولا سيف. كانوا يستعملوا ادوات بسيطة. مثل هذ الفأس الحجرية اللي را هي بصورة قدامكم. كما راكم تشوفوا مصنوعة من الحجر. كان يستعملها للحفر. كذلك هذ رؤوس سهام. كان ينحتها من الحجر. مش انه يستعملها في الصيد. الدفاع عن النفس. الان عندنا النقوش الصخرية. النقوش الصخرية هي رسومات على الجدران الكهوف. من خلالها. يمكننا معرفة التاريخ وكيف عاش الانسان قديما. ومن اشهرها النقوش الصخرية بالتاصل. احسنتي. هنا عندنا النقوش الصخرية. وشيه النقوش الصخرية هي رسومات ونقوش على جدران الكهوف. بما انه الانسان كان يعيش في السابق. كان يعيش في الكهوف. كان يرسم. كان ينقش على هذا الجدران داع الكهف هذا. كان يرسم رسوم بتقة بجمال. الرسوم هذه تعبر عن حياته. كيف كان يعيش. كيف كان يصيد. هذا الرسوم هذه وهذا النقوش. اسمها النقوش الصخرية. لانها على الصخر. اشهر تحل معروفة بزاف هنا عندنا في الجزائر. هي النقوش الصخرية بالتاصلي. الجزائر مليئة بالاماكن الاثرية. النقوش الصخرية بالتاصلي. كما راكم وضح في الصورة راكم تشوفوا كيف حاول يرسم الحيوانات. كان يرسم في الانسان نفسه. حاولون عرفوا من خلالها التاريخ كيف كان يعيش الانسان في السابق. كما راكم تشوفوا الانسان كان يبدع. هذه الرسومات ترسمها بجمال بدقة. الان ننتقلوا الى النوع الثالث هي المواقع الاثرية. المواقع الاثرية هي اماكن عثر فيها الباحثون على ادوات مختلفة. وقطع نقدية وغيرها كان يستعملها الانسان قديم. المواقع الاثرية. الموقع. الموقع هو المكان. هذا الموقع وجده الانسان الحديث. وجد فيه اثار قديمة جدا. مثلا كانوا يلقوا اواني حجرية كما راكم تشوف فيها. ما كانش عندهم مثلا بلاستيك والزجاج. كما احنا الان استعملوا اولا الحجر. بعدها لقوا النحاس. ولو يستعملوا الاواني النحاسية. الانسان عاش في هذه الاماكن لكنها اختفت وردمت بالطراب. الانسان في العصر الحديث اعاد الحفر واكتشفها. نسميهم احنا هذي الاشخاص هذو ما اللي يقومون بهذه العملية. نقول لهم الباحثون. اللي هما علماء الاثر. هم الذين يقومون بعملية البحث والتنقيب عن المخلفات. كأنه يحوسوا بوحد الادات. كما را هي موضحها في الصورة. كأنه يحطوها ويحوسوا على الاثر. لان ننتقلوا الى نوع اخر من الاثر. هو الاثر العمرانية القديمة. نقصد بالاثر العمرانية القديمة. وهي المباني القديمة. التي بنها الانسان قديما مثل القصور المصارح الاظرحة. اظرحة معناها القبور. ومنها مدينة تيمغاد بباتنا. مدينة جميلة بسطيف ضريح امدغاسن. كذلك بباتنا. وش نقصد بالعمران؟ قلنا هي البنايات. البنايات قدرة تكون بيت. قدرة تكون مدينة. قدرة تكون. كما راكم تشاهدوا الصورة. هذا الصور راهي صور حقيقية. كما هزايا راهو الظريح امدغاسن. هو قبر يدفن فيه المولوك. هذه الاظرحة وهي قديمة جدا وما زالت حتى الان. الصورة الثانية هي هذه مدينة موجودة وما زالت قائمة لكنها كما راكم نشوفوا وهو دي ما تبعث الشي وهي نسميوها نسميوها مدينة اثرية. كذلك مدينة تيمغاد بباتنا. ما راكم نشاهدوا الجزائر مليئة بالاماكن الاثرية تركها الانسان القديم. ومن خلال هذا هذا الصور نعرف كيف كانوا يعيشوا. كيف كانوا يسكنوا. كيف كانوا يستعملوا. الانسان القديم. الان ننتقل الى رقم خمسة. المسكوكات والمخطوطات. هو جمع مؤنس سالم. المسكوكة والمخطوطة. مفرد نتحو. المسكوكات هي قطع نقدية معدنية. مصنوعة من الذهب او الفضة. تسمع? المسكوكات هي النقود القديمة التي سكها الانسان. تسمى خدمها الانسان. اطبحها الانسان. ليس بالورق كما عندنا احنا برك. انما المعدن. كانوا يذوبوا المعدن ويصبوه في قلب. ويخليوا حتى يبرد يصبح قطعة نقدية. لتاني يحطوا فيه صورة لعلمائهم وملوكهم. الشخصية الحاكمة فقط لكانت تسك هذه النقود. الان شوفوا المخطوطات. هي وثائق قديمة كتبها انسان العصر القديم على جلود الحيوانات. او ورق البردي. المخطوطات هي وثائق قديمة جدا. كانوا يكتبوه هذه المخطوطات نتحهم على السخور. على الحجرة كتكون مسطحة. يكتبو على عظام الحيوانات مثل الفيل. هذي كل نسموها مخطوطات. وكانوا يستعملوا كذلك جلود الحيوانات. يكتبوه الحيوانات. بعدها يكتبوه الجلد متاع الحيوان. او ورق البردي. كما راكم تشاهدوا الصورة هذا يسموه نابات البردي. ينزعوه بعدها يقشروه ويقسموه الى شرائح. يبلوا هذوك الشرائح. يحطوها مع بعض مكامل. تولي على شكل براقة كانوا يكتبو فيها. الان ننتقلو الى الشخصيات التاريخية. هي شخصيات هامة. في ذلك العصر. وكان لها تأثير على شعوبها مثل الاديب اوبوليوس كان فيلاسوف وريبائي شاعر مصرحي. هنا نحضر على الشخصيات المشهورة. مثل العلماء الأدباء الكتاب المولوك. القديس اوغستين. مفكر ورجل دين. المالك ماسينيسا. مالك نوميديا. عاش في القديم ملايين من الناس. لكن ما كانوش كامل معروفين ومشهورين. نحضروا غير على اللي يتاره كل بصمة. والأثر انتحموا. بقاهم مشهورين حتى الوقتنا الآن. شخص شخص يكون عنده تأثير راح يبقى مشهور. نحاول نقرأ التعريف هذا اللي دلناه في الأخير لعلماء الأثار هم الذين يقومون بعمليات البحث عن المخلفات الأثارية. نرجعوا الآن للمالك ماسينيسا. نحاول نعرف كيفاش مالك ماسينيسا بلد عام مائتان وثمانية وثلاثون قبل الميلاد. وتوفي في مائة وثمانية واربعون قبل الميلاد. كنتم تعرفوا السلم الزمني. السلم الزمني يكون بالشكل هذا. احنا يقسمناه الى فترات مثلا عندنا فترة ما قبل التاريخ وعندنا فترة ما بعد التاريخ. فترة شي للفصل بينتهم انه مثلا اختراع الكتابة هذه نقطة صفر. المرحلة اللي يجي بعدها مثلا هذي نقولولها التاريخ. هنا يا. وهذي يا. ما قبل. قبل التاريخ. هذي نقولولها الميلاد. قبل التاريخ. هذي نقطة صفر. هنا كيف لو يكتشفوا الكتابة نسمى الشي اللي كانوا يعيشوه من قبلها كامل. اسموه ما قبل تاريخ. هنا يا السلم بتاعنا نحطوا واحد اثنان ثلاثة اربعة ونروحوا نمشيوا للمستقبل. ممكن نرجعوا للسابق. نرجعوا ونقولوا هنا يا سنة قبل الميلاد. مثلا عندنا هنا واحد قبل الميلاد. هنا عندنا خمسة قبل الميلاد. ونرجعوا للوراء. ملك هذا. وكتش زاد. هو راح يكون زاد هنا. وقلنا زاد مائتان وثمانية وثلاثون قبل الميلاد. بعدها عاش 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 حتى توصل هنا. صل هنا ومات. السنة هذه وش اسمها? مائة وثمانية واربعون قبل الميلاد. فهمتوا كفاه راه زاد في السنة هذه وتوفيه في السنة هذه. لانه قبل الميلاد بدون تحسبوها من نقطة هذه السفر. بدون نرجعوا عام اثنان ثلاثة اربعة. مائتانية وثمانية وثلاثون قبل الميلاد وتوفيها مائة وثمانية واربعون قبل الميلاد. ان شاء الله تكونوا فهمتوا لي. الان راح ننتقلوا الى كما قلنا راح نديروا طريقة الكلامي اللي عندهم صعوبة في الحفظ. كم احنا هي المركز راح نرسمو فيه دائرة ولا شكل كما هكذا نكتبولهم فيه انواع الاثار القديمة. حاولوا نعطيو الشرح بسيط فقط للاثار القديمة. اللي هي شو نقدروا نقولولها نقولوا مخلفات الانسان. بعدها نخرجو خطوط. خطوط منحنية هكذا بش تكون سهلة للخلية العصبية للحفظ. لازم نحتمل على الصور. والرسم لانها راح تساعد كثيرا تلميذ. حتى وانه نسال كتابة راح يتفكر الصورة هذيك. برسم. اول شي راح نخرجوله كل نوع من الاثار بلون مغاير. مثلا عندنا الادوات الحجرية راح نستعملوها باللون الاخفر. الادوات الحجرية كنا قلنا بلراهو تخرج منها الصيد والزراعة. يستعمل الفائس الحجرية والدفاع عن النفس. يستعمل رؤوس سهام والرماح. ما في كل نوع. حاولو نهزو رؤوس اقلام برك في كل نوع. الان عندنا النوع الثاني اللي هو النقوش السخرية. النا التعصيلية. هيا راح نخليكم هادي الشكل هادا ايا. نحطه لكم الاتباعة بالصور هاكذا يسهل عليكم الحفظ ان شاء الله. عندنا النوع الثالث اللي هو المسكوكات والمخطوطات. المسكوكات والمخطوطات. المسكوكات راح مثلا ترسمو كل الام هنا. هذو القطاع النقدية. في المخطوطات ترسم شكل ورقة. هذو هما المسكوكات والمخطوطات. كذلك ننتقلو الى نوع اخر وهو الاثار العمرانية. هنا يهزينا الاثار موجودة في الكتاب فقط. عندنا هي الجزائر مليئة بالاثار. لكن راح نهزو لقناه في الكتاب فقط. الاثار جميلة. هذو هما الاثار العمرانية اللي قرناها. نوع اخر اللي هو الموقع الاثري. الموقع الاثري وش عرفنا فيه? عرفنا فيه على عالم الاثار. اللي هو قلنا يقوم بعملية البحث والتنقيب على المواقع الاثرية ولا على المخلفات الاثرية. هنا عندنا الشخصيات. الشخصيات شفنا الاثار. عندنا الاثيب اوبوليوس القديس اوغستان الماليك ماسينيسا. هذه هي الدروس اللي قرأوها تلاميذ. حد الان في الفصل الثاني. لدينا في التعليقات خليونا كل تلميذ. وراه واصل في الدروس. وهكذا نكون وصلنا النهاية في فيديو تعنا. ان شاء الله تكونوا استفدتم معنا. مرة جاية ان شاء الله راح نقدمه ملخص في مادة الجغرافيا. الى اللقاء.